نبدأ نشرتنا بقرار لجنة تسعير المحروقات برفع أسعار بيع المحروقات لشهر تشرين الأول المقبل بنسبة تتراوح ما بين 1.4% و 5% للبنزين بشقيه أوكتان 90 و 95% وللسولار والكاز مع تثبيت سعر استوانة الغاز حيث سيبدأ العمل بها بعد منتصف هذه الليلة وعللت اللجنة قرارها بارتفاع سعر النفط الخام إلى معدل 55 دولار و 95 سنة للبرميل خلال شهر أيلول مقارنة مع 51 دولار و 54 سنة للبرميل خلال شهر آب وارتفاع أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة خلال الشهر الماضي كان أعلاها للسولار والكاز والغاز البترولي المسال الذي بلغ سعره عالميا بحسب اللجنة 8 دنانير و 36 قرشا للإسطوانة وبموجب القرار تم رفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 من 680 فلسا إلى 690 فلسا لتسعيرة شهر تشرين الأول وبما نسبته 1.4% فيما رفعت سعر لتر البنزين أوكتان 95 إلى 910 فلسات لتسعيرة شهر تشرين الأول المقبل في حين يباع حاليا بسعر 895 فلسا للتر أي بزيادة نسبتها 1.6% أما سعر لتر مدتي السولار والكاز فقد تم رفعه إلى 520 فلسا للتر في تسعيرة شهر تشرين الأول المقبل في حين تباع حاليا بسعر 495 فلسا بما نسبته 5% في حين قررت الحكومة تثبيت سعر إسوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوغرام عند سعر 7 دنانيرا في تسعيرة شهر تشرين الأول المقبل رجحت مصادر مطلعة أن تلجأ الحكومة لإعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة للسيارات الهجينة كأحد الخيارات لتحصيل إيرادات ضمن برنامجها الإصلاحي لتقليل عجز الموازنة حيث تشهد ارتفاعا في حجم الطلب عليها مقارنة بالسيارات الكهربائية التفاصيل في هذا التقرير في الوقت الذي يترقب فيه المواطن القرارات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز إيراداتها وفق ما نص عليه قانون موازنة العام 2017 بتحصيل 513 مليون دينار في العام 2018 استجابة لبرامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أرشحت معلومات إلى إمكانية أن تتجه أنظار الحكومة إلى السيارات الهجينة فالسيارات الهجينة أو الهايبرد سمح باستيرادها في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا أسهم في رفع فتورة المملكة النفطية حيث دخل خلال التسع سنوات الماضية أكثر من مائة ألف سيارة هجينة لتواصل المسيرة وتسمح بدخول السيارات الكهربائية في محاولة لتقليل كلف استيراد الوقود حيث دخل المملكة خلال ثلاث السنوات الماضية نحو ألف ومائتي سيارة وتدرس السماح باستيراد السيارات العاملة على الديزل فأول سيارة هايبرد دخلت المملكة وفق بيانات دائرة الجمارك كان في عام 2008 حيث قدمت الحكومة امتيازات من حيث الرسوم لانتقائها بحيث تحصل على تخفيض جمركي بنسبة 12.5% اذ تم شطب سيارة عاملة على البنزين وفي حال عدم الشطب يصبح الرسم 15% الى انه مؤخرا لمس المواطن ارتفاع الرسوم في ظل تغيير نسب الاستهلاك التي تحتسب على اساسها تلك الرسوم فاتجه المواطن الى السيارات الكهربائية في ظل كونها معفاة من الرسوم وتخضع لقيمة ضريبية خاصة نسبتها 5% ورسوم ترخيصها مبلغ مقطوع بقيمة 50 دينار حيث بدأ استيرادها في العام 2014 بعدد تسع سيارات وصولا الى 855 سيارة في العام الماضي الكل يعلم انه في المستقبل القريب رح يكون السيارات اغلب الدول المصنعة والسيارات الشركات المصنعة هي رح تكون سيارات اما تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية او كسيارات هاجين الهايبرد سواء كان جديد او مستعمل في المستقبل رح يكون اغلب هذه المركبات تعمل بالطاقة البديلة الاقبال على السيارات الهاجين في الآونة الاخيرة اصبح يعني متزايد وكذلك على السيارات الكهرباء اذا في ظل زيادة الاقبال على السيارات الموفرة للطاقة هل تلجأ الحكومة اليها لتحصيل جزء من المبالغ التي تحتاجها دمن خطتها لتنفيذ برنامجها الاصلاحي لسد عجز الموازنة يبدأ الاردن وتركيا قريبا مباحثات فنية لتبسيط قواعد المنشأ الخاصة بالمنتجات الاردنية لغاية تسهيل دخولها الى السوق بحسب ما اعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب لقضاء في اختتام اجتماعات مجلس الشراكة بين البلدين الوزير قال ان تعديل قواعد المنشأ مع تركيا سيكون على غرار ما هو مطبق في اتفاقيات التجارة الحرة الاخرى التي وقعها الاردن مع العديد من البلدان وبين الوزير ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عملت على رفع العز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي الامر الذي يستدعي التعاون المشترك بين الجانبين لتعظيم استفادة الاردن من الاتفاقية وازالة القيود التي تحول دون دخول المنتجات الاردنية الى السوق التركية اقرت وزارة السياحة والاثار تعليمات جديدة بشأن وثيقة تأمين المسافرين الى خارج المملكة والتي ستبدأ بالنفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وجاءت هذه التعليمات استنادا لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الذي يلزمها بتزويد المشتري او متلقي الخدمة بوثيقة تأمين سفر محددة بمدة برنامج الرحلة السياحية لا تقل قيمتها عن عشرة الاف دينار لتغطية النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة بما في ذلك الحوادث وحالات الوفاء ما لم يكن لديه تأمين خاص به يغطي هذه الحالات ويضاف في عقد البيع المبرم ما بين المسافر ومكتب السياحة والسفر وأكدت الوزارة أن وثيقة التأمين ستوفر عددا من المنافع التأمينية والمتمثلة بالمصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر وتكليف الانتقال وإعادة المصاب في حالة المرض أو الإصابة بحادث إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة لغير الأردني بالإضافة إلى تكليف نقل الجثمان إلى المملكة أو إلى بلد الإقامة أو الجنسية لغير الأردني بغض النظر عن سبب الوفاء أكدت وزارة العمل عدم وجود أي اتفاقية ثنائية أو قطاعية لغايات منح العمال السورية تصريح عمل حرة أو مفتوحة وأشارت إلى أن العمالة الوافدة ومنها السورية مسموح أن تعمل في القطاعات غير المغلقة أمامهم والتي لا يوجد عليها إقبال كثير من الأردنيين وأضاف الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب أن هناك قرارا من مجلس الوزراء في شهر نيسان العام الماضي بإعفاء السوريين من رسم تصاريح العمل ويسوفي منهم مبلغ عشرة دنانير رسم تدقيق وأن هذا الأمر جاء بعد مؤتمر لندن لتسهيل حصول السوريين على تصريح العمل ضمن المهن المسموح بها فقط كغيرهم من العمالة الوافدة وليست مهنا حرة أو مفتوحة حذر الأردن الدول العربية من ضياع فرصتهم في المساهمة بإعادة الإعمار في سوريا والعراق وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرو بلغضاء قال خلال لقائه المشاركين بأعمال المنتديين العرب الإفريقي والخليج الأردني إن التقديرات العالمية تشير إلى أن حجم مشروعات الإعمار في العراق وسوريا ستصل لنحو تريليوني دولار على مدى عشر سنوات وأكد الوزير أن مشروعات إعادة الأعمال تتطلب تحقيق تكامل عربي للمشاركة فيها والضفر بالحصة الكبرى نعتبر أنها تشكل فرصة استثنائية للتكامل العربي الاقتصادي